أحيى المجاريون ذكرى سادسة والخمسين لما يعرف بالثورة المجارية والانتفاضة المجارية التي قامت ضد الحكم السوفيتي والتدخل في شؤون المجار وخرج عشرة الألاف من المجاريين في شوارع العاصمة بودابيست بمناسبة ذكرى هذه الثورة التي أدخلت العديد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجار واستغل أنصار الحكومة الحالية برئاسة فيكتور أوربان الحدث للتعبير عن دعمهم لرئيس الوزراء ولسياسته فيما بادرت المعارضة بالمثل دعما لزعيمها باجاني الذي ألقى خطابه أمام حشد كبير من أنصار المعارضة المجارية